اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امين اسماعيل باقر هيئة الكهرباء والماء عمر يوسف الحادي هيئة التخطيط والتطوير العمراني فاطمة احمد العمادي مجلس التنمية الاقتصادية باتول عبدالعزيز علي هيئة البحرين للثقافة والاثار سارة محمد سعيد صندوق العمل تمكين محمد عبدالله عبداللطيف جامعة البحرين وبهذه المناسبة هنأ السيد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء المقبولين بالدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية مؤكدا ان البرنامج يعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد الخليفة وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الاستثمار في الطاقات الشابة باعتبارهم ثروة وطنية وشركاء فاعلين في رفض مسارات تطوير منظومة العمل الحكومي تحقيقا للأهداف المنشودة وأشهد المحميد بمخرجات برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية وما قدمته الدفعات السابقة من مثابرة وكفاءة تبرهن الحس بالمسؤولية الذي تتمتعه الكوادر الوطنية